نهاردة طول الحلقة بنتكلم عن أجازة الصيف إزاي نقدر نخلي ولادنا يدخلوا في مود الدراسة ومذاكرة مرة تانية لأنه خلاص احنا عارفين إن باقي ثلاث أسابيع بالتمام والكمال وتبتدي الدراسة وفيه كمان ممكن الناس تكون هتبتدي قبلها بشواء الكامل أسبوع دول بيحصل فيهم توطر وقلق عند الأباء والأمهات والتوتر ده بيتنقل للأولاد وبيتأثروا بيه عشان كده النهاردة عايزين نسأل إزاي الدراسة تكون فترة هدوء مش توطر مع أولادنا إزاي يخلي ابني أو بنتي يستعدوا للمدرسة من غير أي ضغوط نفسية عليهم وعليا الأسئلة دي هنجاوب عليها النهاردة مع ضفتنا في الستوديو مريم الشفعي الاستشاري التربوي والمعالج السلوكي صباح الفل عليك أهلا وسرح صباح الخير عليك صباح الخير في حاجة اسمها كده في حاجة اسمها فترة دراسة مغير توطر وفيها هدوء فيه جاسبا جدا احنا ممرناش بيها هتقولوا كلام جديد علي لو استعدنا كويس هنقدر ندخل فترة دراسة أكثر هدوءا من اللي احنا بندخل بيها كل سنة الحقيقة يعني أن الوضع الحالي أن الأجازة دي مثلا فيه أولاد أخدوها أربع شهور أربع شهور ونص والصغيرين وصلوا لخمت شهور أجازة فخمت شهور دول بيصحوا براحتهم مسكين التليفونات طول الوقت بيلعبوا مفيش كنترول على أي حاجة والدنيا مفتوحة تماما مفيش حتى الروتين فيه انتظام وهنسحى إمتى هنم إمتى طب هنقرأ مثلا هيبقى فيه أنشطة منظمة ما دي أجازة برضو يعني هم بيقوا معذورين يبقى ما دي أجازة حلو جدا أنا عندي روتين هو أنا كده زم أولادي ولا إيه احنا ماشينا على الروتين بتاعنا عايزة أولا من أنت مفترية في كل حيات كل عمالي يأكد على القصة دي براو عليكي جدا ده دي انت خطواتك كده أسهل بكتير شفت بقى شفت وده مش سهل هي الفكرة بقى أنه أنا لو سايب الموضوع مفتوح بدون أي كنترول أنا فجأة دلوقتي هاجي أقول فاضل ثلاث أسابيع دراسة فأنا عايزة شد البيت كله فجأة وأصلا الكتب والدفاتر بتاعت السنة لفاتت لسه في المكتبات كلنا متفاجئين بدا لا يلا طب وضبوا بقى فين كتب السنة لفاتت وطلعوها وإحنا كأباء وأمهات مشدودين جدا بقى فيه مصاريف مدارس بتدفع التزامات ارتباطات بدروس فإيه أول خطوة بنعملها بنشد البيت وبنحجز دروس يعني فيه طلبة بدأوا دروس الأيام ومش ده خالص اللي احنا عايزينه خالص إحنا محتاجين أهل ولدنا على ثلاث أجزاء ذهنيا وبدنيا ونفسيا حلو؟ لو أنا أم عارفة إن احنا عندنا فترة أجازة وفترة الأجازة دي هنخرج ونسافر ونلعب ونعمل كل اللي احنا عايزينه لكن التعليم ده أنا ما بعملوش ترم أول وترم تاني بس لإنه حقيقة الدراسة الترم الأول تقريبا حوالي 96 يوم بس والباقي أجازات وأجازة نص السنة والترم التاني في الرنج ده والترم التاني بيكون أقصر كمان طيب لو أنا بقى التعليم عموما أو الناولج عموما دي رحلة حياتي أنا أولادي يعني إحنا في الأجازة بنقرأ قصة بنقرأ كتاب جديد بنسمع حاجة مفيدة أو إحنا بنلعب وبنهيس وبنروح لنا الناي وبنسهر نلعب كوتشينا أو فلما يجي دلوقتي أجهز للدراسة بأنه قبل الدراسة بقى بثلاث أسابيع يلا نفتح نشوف المناهج هتكون بتتكلم على إيه إحنا زمان كنا بنبقى فرحانين قوي لما بنجيب الكتب قبل المدرسة وليها ريحة كده والجلات يعني دلوقتي الولاد لا خالص مش عايزين ده خالص عشان مش عايزين التزامات مش عايزين التزامات عشان مش عايزين التزامات ثلاث أسابيع فترة كافية ثلاث أسابيع فترة كافية أبدأ أحطهم في الحالة إنه هنبص على المناهج الجديدة الإخوات اللي فيه أصغر وأكبر أنت خدت الدرس ده السنة اللي فاتت هو ده كان صعب بنجيب الكتب بدري شوية عشان يقدروا يعملوا اللقطة دي بنبدأ نغير الروتين يعني أنا سايبة التليفون 24 ساعة في 24 ساعة سايبة جيمينج 6 ساعات في اليوم وعايزة بقى أجي دلوقتي أقولوا يلا عود لي على المكتب أول أسبوع ما تقومش ما لازم نمسك في بعضه والجلان يسمعوا صوتنا وتحصل الحاجات اللي بتحصل دي إحنا كبانا عندنا لقطة إحنا كأمهات أكتر من الأباء يعني مع كامل تقديري واحترامي إحنا الدراسة بتحسسنا إنه أنا المسؤولة عن نجاح ولادي قوي قوي والله ليه أنا المسؤولة عن نجاح ولادي إنتوا اللي بتبزروا معاهم مجهود أكبر إنتوا اللي بتتبوا أول ما بيرجاوا من المدرسة بحكم أنتوا موجودين مثلا في البيت وهم راجعين من المدرسة خدتوا إيه في المدرسة ما خدتوش إيه وتعودت تكلموا معاهم صح؟ مش ده اللي بيحصل إذن أنا مسؤولة عن وضع نظام مش مسؤولة عن النتيجة يعني النتيجة دي مش صورتي أنا كماما أنا ذاكرت ونجحت وتعبت وعملت كل الحاجات دي قبل كده هو ده بقى الفرق إن أنا لو ماما شايفة إنه نجاح ولادي ده نجاحي وإنه لما بياخد مادليا وبيطلع الأول على المدرسة دي صورتي اللي بتتهز قدام صحابي وأهلي هتحرك بالهات بتاعة الأم المتوترة المجدودة اللي النص درجة فرقة معايها اللي ما عملتش الوجب ويبقى فيه سريح أو لو ما بيشتغلش هيكون دافع علي لأنه أعتبر نجاحني أنا عايزة اختلف معايك يا ماري أنا عايزة اختلف بعد إذنك يا شايف فضل أنت قلتي أن أنا ببقى حاسة أنها مسؤوليتي أنا حاسة أنها فعلا مسؤوليتي بس مش فرق معاي خالص قصة صورتي أنا حاسة أنها مسؤوليتي إن أنا أبنيهم إن أنا أدعمهم إن أنا أحطهم على التراك إنهم لو شردوا أشدهم تاني على التراك المتفق عليه من وجهة نظري أنا مش متأكدة أنه صح أو الغلط بس هو ده لنا متخيلة لكن فكرة منظري لا أنا مش ببقى حطها ده بقى الفرق بين أن أنا أم متزنة وأم متوترة جدا وشايف أن دي صورتي وشكلي وكده أنا مسؤولة عن وضع نظام عن متابعة عن إحنا أصرنا في الحتة دي على نتيج الأداءات بتاعة الشهر مش مسؤولة أوقف حياتي بالكامل وافضل قعد جنبه وبزع ولازم ده يخلص دلوقتي ولو ما أكملوش في السن الصغير أكمله بإيدي أنا عشان أنا خايفة على الدرجة دي لو ما عملش النشاط أروح أرسم ولون وأصهر طول الليل أعمل ده لأ أنا بحط نظام فأنا أبقى أم وعية ومتزنة وعرفة أن دي رحلته ليه؟ لأنه أنا لو ما عملتش ده هو هيرمي علي كل حاجة وهيحس أنه هو بيعمل لي مسؤولتي كانت مش مسؤولتي يعني آه وامتيازات أنا انجحت لكم وذاكرت لكم وهو في الحقيقة بيذاكر لنفسه طيب إحنا حطيني السؤال من الصبح وعندنا كمية علاقات كبيرة جدا غالبية الناس بتقول إن إحنا نمنع نقف الإنترنت ونقف للتلفزيون ونأخذ منهم الموبايلات خجأة؟ مرة واحدة كده لا طبعا لا طبعا بس نتكريشن ده حلم كل واحدة فينا طبعا إحنا بنحلم به بس أنا يعني سلام لو ده ينفع يعني خلينا بقى واقعين أنا كنت محتاجة أقننه خلال وقت الأجازة أنا دلوقتي ولد بيعد ست سعات يلعب جيمينج لما أفصل النت هيقوم يكسر الراوتر عشان بس نبقى متفقين ليه؟ لأنه هو الخلايا العصبية تعودت على إفراز هرمونات معينة وإحساس الإنجاز والنجاح بتاعه هو بياخده من هنا مش بياخده بأنه يقعد يكتب ويذكر دي حالة فأنا محتاجة أقلل بالتدريج عشان لما يجي إحنا بكرة ما ديرس وقفل متحصلش كارسة في البيت أو يتطاول أو يقرر إنه مش هيذاكر أو مش هيروح عشان أنتوا عملتوا معايا ده فالفجأة في أي حاجة أنا مش من أنصرها أبدا أبدا أفضل بس إحنا كأباء ريئين قوي في دخول الدراسة منتهى الأمان أيوة طبعا كبيرنا بنعرف المشتلزمات الدراسية تكلفتها كم تكلفتها كذا تفضلوا أنتوا بقى في حلم بالنسبة لأمهات حلم من التوتر والقلق زايد قوي عند الأم زايد قوي قوي عشان هي مثلا بتعمل عشر مهام وهي المفروض تعمل خمسة وبابا يعمل خمسة مع كامل تقديري واحد روح نحن محتاجين نعمل الوزنة دي أنه بابا ما عنده شوقت فبيرجع بالليل يسأل شوية أسئلة يتابع عملنا إيه طب بصيت في الكتب بتاعتك النهاردة مش بقول خلص شي بكل الورا وقعد بس ممكن ربع ساعة ونص ساعة بليه يفريقوا أم إيه اللي يهدي الأمهات اللي يهدي الأمهات أنه هم يحسوا أن دي ده التراك بتاع أولادهم أنا محتاج أأهلهم لده وده دوري أنا بأهل وبخلق فرص مش دوري أبدا أن أنا اللي عود أمتحم بنفسي التأهيل الزهني أنه أنا محتاجة أفرق ما بين أنه نجاحك بيتبروز زي هم دلوقتي شايفين أنه ممكن يطلع جيمر ويبقى بيكسب فلوس كتير جدا ومش يحتاج يذاكر ويتعب مفهوم التعب يعني هم بيقولوا أيام الامتحانات وإحنا نحرق بنزين زيادة ليه إكسبريشن جبار يعني لأ تحرق بنزين زيادة علشان أنت محتاج تتعلم بتتعلم ليه هيفرق في حياتك إيه أنتوا محتاجين تتعلموا علشان هتفرقوا في حياتنا ستانية المفهوم ده برضو إحنا كأهالين ما بروزناهوش إحنا محتاجين بروزه في عينين ولادنا صح ولا مش قادرين نجابه المفهوم التاني اللي هما بتاع الاستسحيل آه وبتاع الصورة البراقة بتاعة الجيمرز وبتاعة اليوتيوبرز والبلوجرز اللي عملين شكلهم بيبرق قوي طول الوقت وهما الولاد مفكرين الموضوع سهل كاميرا وحتى هما مش عايزين كمان الشكل القديم لللاب تاب وكده لأ عايزين بي سي تاني يتحط أو كمبيوتر كبير عشان يبقى عنده جيمين جوم عشان يبقى عنده ستوديو وعايزين بقى يعرفوا تفاصيل كتير يقول لك العائزة الخلفية كرومة يعني بقوا عارفين تفاصيل ودخلين فيها وكأنهم محترفين يعني ذي حقيقة ليه ما هو الناحية التانية بتبرق وبتلمع قوي وهم ما شايفين من خلف الكواليس كده إنها فيها نجاح وشهرة وسهلة الحقيقة إنه هي لأ هي برضو مش سهلة وإنه أنا ما بروستش إنها هتطفي بسرعة جدا فأنا كنت محتاجة من سن بدري أخلق له حاجات هو يبان ويتبروز فيها صح وأضيف فيه كمان أضيف له إزاي تضيف قيمة للمجتمع قيمة بالعمل اللي انت بتعمله مش مجرد استسهال واشتغلته وتبروزت زي ما كانت منه بتقول وجبت فلوس لأ انت بتضيف إيه للمجتمع وإحنا كمان عندنا غلطة يا جماعة إحنا كلنا وإحنا بنربي ولدنا الولاد بيشوفونا وبيخزنوا في الزاكرة أنا لو لقيت شارع ينفع ألف وعكسي كده بسرعة علشان متأخر على ما مش بعمل كده الكاميرات ما بقيتش بتسيب حد آه يعني بس في أماكن منظمة المرور الجديدة مش هتلف حين هي فكرة الاستسهال دي هما كمان بياخدوها مننا إنه أنا هجيب مدرس من قبل ما السنة تبدأ لأنا عايز إبني يبز الجهد شوية في إنه يذاكر وبعدين فيه منصات كتير أونلاين المحتوى التعليمي متاحة له أنا كأم أو كأم مش عايزه يتعب أنا عايز نتيجة بأسرع وقت فده الشخص اللي جاي عشان يعمل لك ده إحنا كمان ساعدنا في هزي صورة المعلمين وأهمية المدارس والتعليم والكوميكس اللي بتحصل يعني كان فيه هيبة كده زمان الواحد يعني حتى لو عايز يغلطي كستفقوي دلوقتي لا إحنا كسرنا الهيبة دي فما بقاش فيه احترام للكادر التعليمي وده واضح والولاد فاهمينه وعارفينه فبقى سهله أنه يقول لك كده بصوت عليه أنتو ضيعتوا عمرك كله عشان إيه فدي حاجة مش هتحصل قبل دراسة هو ممكن حديد يعني ربنا يبقى عنينا يعني بس بجد وقع حاجة زي كده على الأم والأب على فكرة بيقولوها الأباءهم وأمهاتهم مش لنا إحنا كمان يعني بيقولوها الأباءهم وأمهاتهم أنه أنت بقى لك 20 سنة بتشتغل عملت إيه أوكي طب الأهالي ترد تقول إيه لو حصلها كده أه أه بيجي لهم صدمة لأنه هو ساعتها بيبقى بيتنقش في إيه أن الجامر ده بيقبط كام ألف دولار ويعني أنتو بقى لكوا سنين عملتوا إيه طيب فلو أنا مش دي لفس الفكرة برضو اللي كنت بقولك عليها أن أنا أقوله بس أنا بشغلي أضفت كذا أنا بشغلي نفعت الناس أنا بشغلي أنا بقيت دكتور مثلا فقدرت أن أنا أعالج الناس اللي كانت بتاع بانا أنا بقيت مدرس فقدرت أن أنا أعلم التلاميذ وزي ما أنت تعلمت أنا أعلمت ناس كتير زيك أنا خرجت ناس عندها مستقبل أنا بقيت مهندس أنا بنيت أنا بقيت مهندس أنا صناعت أنا عملت حاجات كتير قوي إنما لو أنت استسهلت وخدت الحاجات السهلة البسيطة دي مكسبها ممكن يكون كتير وممكن يكون سهل بس أنت بتضيف إيه صح أنت بصمتك إيه في المجتمع متخيل بقى لو بابا بيحكي الكلام ده وبيشارك التفاصيل دي وهو وصل لده إزاي الولاد هيحسوا أنه هو بيعمل حاجة تفهة قوي كده أو أنه الكدر التعليمي حاجة بسيطة قوي كده لا فده جزء أنه إحنا محتاجين نشاركهم إحنا عملنا ده إزاي فكرة كمان أنه الولاد يبقوا شايفين الرحلة عاملة إزاي يعني في حد تعب جدا 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 عشان يوصل لأنه يعرف يتعلم بس يعني الإمكانيات ضغطت عليه فهو حارب قوي فهو عمل إنجاز على فكرة وممكن ولد تاني يكون متوفر له حاجات أكتر بكتير ومش عارف قيمتها فما يوصلش للنتيجة اللي الولد ده وصل له محتاجة أشاور على ده طب أكلمك بقى ماريم المعالج السلوكي مش الخبير التربوي الولادة تعرضوا بزيادة للجيمرز وتعرضوا بزيادة للبلوجرز وتعرضوا زيادة للقنوات بتاعة التحديات اللي موجودة على اليوتيوب والحاجات دي وبالفعل بقى عندهم بشكل أو بآخر السلوك بتاع إنهم أي حاجة يقوموا عملينها وكأنها تحدي المبالغة عايزين يكلوا حاجات بشطة كتير عايزين يكلوا عشر قطع آيسكريم وراء بعض عايزين يجيبوا كل الألعاب ويحطوها في مش عارف يعني كله حاجات مبالغ فيها جدا اللي هي دايما بتتعامل على السوشال ميديا عشان تلم لايكات أو تلم مشاهدات وده بقى خلاص بشكل أو بقى أخر إحنا أثرنا والولادة تعرضوا عالج بقى وعدل ده إحنا بنقول أنه دلوقتي لو هتكلم على المدارس فالأباء والأمهات والإصطاف التعليمي محتاجين ينقلوا التجارب التعليمية دي لحاجات فيها منافسة وفيها تشالينج وفيها سرعة في الأداء أشانا لما عدد أشرح بهدوءهم وفصلوا مني لأن هم متعودين يعملوا كل حاجة بسرعة إزاي؟ لأ المدرسين عندهم أدوات وعندهم أكتيفيتز وعندهم إكسپيرينس تتعامل جوه المدارس أو بره المدارس سواء هياخدوا الولاد ويعملوا زيارات لأماكن ما رحوهاش قبل كده ينفع يتغفر فيها ده والأباء والأمهات بجت مسؤوليتهم في الأجازة أن هم يدوروا على أماكن بتعمل تشعلينجل الولاد بشكل صحي هنمشي كم كيلو هنعمل مرة صنفين هنطلع جبل إيه وإحنا مأمنين لهم الأماكن وعارفين هنعمل إيه هنطلع نعمل طهي خلوي هنتسابق في المكان الفلاني فانا ساعتها حققت له إفراز الهيرمونز اللي فيها المغامرة الأدرينالين اللي بيجري ده طول الوقت أنا جبته وحققت المغامرة والتشعلينج والصور والحاجات اللي هم عايزين يعملوها وفي نفس الوقت هم جربوا تجربة بعيدة عن التليفون وبعيدة عن التاب طيب هل المدرسين عليهم دور؟ جدا فإنه الولاد يقدروا يستعيدوا مرة تانية ليقتهم للعودة للدراسة؟ جدا 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 مدرسين عليهم دور لأنه أنا محتاجة أصبر قوي لأن أنا عارفة أن الولاد راجعين مش مؤهلين فأنا هصبر نفسيا أنه دلوقتي عايز ينام هو جاي الصبح بينام حرفيا الولاد لست ما بقوش يصحوا الصبح يحضروا أدواتهم بشكل كويس فنسيين أدواتهم أنا لازم أصبر أول أسبوعين ثلاثة دراسة أنه هما يرجعوا يتحطوا تاني على التراث فمش هعاقبه ومش هبدأ أدي رد فعلي سيء على الولاد لأنه هما لست ما انتبهنش جبني قوين يا عاقب دي كلام كله ماشي في سكة تربية الإيجابية دي بتوترني لما أمش حاسة أن أنا عندي القدرة برضو على حيزاك يشعره أيوه 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 في السن دا في حاجة اسمها العاقب موجود معينا هشرح لك في حاجة اسمها أنت دلوقتي نسيت دا فترك فحضرتك ما تروح هتعمل الواجب بتاعك وهتنقل اللي تكتب النهاردة في المدرسة من حد من زميلك ده اسمه عقاب؟ لا ده اسمه تحمل عواقب التصرف أنا مشيت في الشارع ده اسمه أنا قاعدة على أعصابي لأن احنا كده مش هنلحق نخلص الدفور ولا الواجب بتاعنا مش التسط التاع ومش هنلحق نطلع على التمارين ومش هنلحق نرجع ننام عشان مش هنلحق ننزل المدرسة حال تاني يوم هنروح نقصي النوم فهنروح في الكلاس مش سمعين فأنا هرجع عشرح حال لو أنا البست الهدي من أول يوم هو هيعرف كويس قوي إن ده الملعب فيلا أوكي أنا هعمله ثلاثة أربعة تيام وهتشيلش الليلة خلاص لكن لو أنا هديت وأول يوم اتعاملت مع فيه فرق بين إني أكون حازمة وإني أكون بسرخ وبزع وبصوت وبعيط طول النهار لأ حصل النهار ده واحد اتنين ثلاثة أربعة فأحنا هنعمل واحد اتنين ثلاثة أربعة طب كانت النتيجة نحنا ما روحناش التمرين بمنتهى الهدوء هو فقط تمرينه النهار ده فأحنا مش هنروح التمرين عشان ملحقناش فما سموش عقاب اسمه عواقب للتصرفات إلا أنا منتبع تلهاش الصباح طيب لو طفل أول مرة يروح المدرسة إزاي أهله؟ إزاي أهله ده بقى بنقعد نلعب كده من قبل المدرسة بشهرين ونجيب قصص ونحكي قصص وبنعمل إيه في المدرسة وهنعرف أصحاب جداد وهنشتري لبس جديد وليه معنى أن إحنا دخلنا المدرسة إن إحنا كبرنا فاتنقلنا من مرحلة مرحلة لما أكبر هيبقى شكله إيه يونيفورم المدرسة شكله إيه مين في العيلة بيروح مدرسة في سن قريب منها هتروحي زي فلانة أو هتروح زي فلان وانتهى ليدوب إحنا ريسة في الأجازة هم دخلناش في التوتر طب ماما هتسيبني وقت قد إيه لازم أأهل لده بذات لو ولد أو بنت ما دخلوش حضانات قبل كده هسيبك وقت قد كده وكل البنات اللي في المدرسة بابا ومأما هيسيبوهم الصبح وهنرجع ناخدكو تاني عشان بيبقى فيه إحساس إن انتوا سايبيننا ومش راجعين ده عند الولاد خلاص طب لو احتجت حاجة عشان هتطلع هل الولاد مش البنات قصودي؟ أقصد الولاد ذي مقصود بيها الولاد والبنات إنه إحساس هل أحسيب البنات براش ناتر على الأممات القلبية اللي عند الأهالي يعني هنسيبوه مش هناخدوه من النهار ماما بقى اللي هتوصل ولادها أول يوم وتقفت عايت على بالمدرسة لو سمحتوه متعملوش كده أو نفضل وقفين على سطور عشان الولاد نتبقى نموع الفرحة انت ليه مفترانة بتعايت على الأسطور مش دايما يعني مش دايما لا فيه أم هنم بتعسطرين بجد إن هي يعني حصل انفصال كده فجأة فأنا محتاجة أهلهم لده أول يوم وأول إسبوع هيبقى فيه صعوبات أه ليه عياطي نهارده طبعا أنا رجعت في معادي كل صحابك كانوا معاكي معاكي ده الأم لو عياطت ليه تأثير على الطفل أصلا ده إيه الأم لو عياطت بالشكل ده قدام بها بالمدرسة ليه تأثير على الطفل مش قادرة أقولك وهيبطل عياط جوه هو إحنا ما كناش بنشوف أيام امتحانات سنوية عم الأهالي وقفين على الباب لحد ما الامتحان يخلص من ساعة ما الامتحان بدأ فطفلي كي يجي بقى لما يشوفني بعيطه وأنا بدخله باب المدرسة مش هيتأثر هيتأثر طبعا نهي عزي عيط 3-4 ساعات جوه وهم هيتوتروا لأنه الأطفال الصغيرين عموما لو واحد عيط البقين بيعيطه معي أكيد كل شكر ليكي يعني ساعتينينا النهارده بجد أستاذا مريم الشفعي الاستشاري التربوي والمعالج السلوكي نحن ندخل الدراسة بأعصاب أهدى إن شاء الله تكون سنة دراسية جميلة ومسمرة علينا كل الليلة شكرا جزيلا لا خالي